موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سندرس المحاضرة الواحد الحادية والعشرين من امتحان توبيك واحد وسأرخص لكم الآن ماذا سندرس في هذه المحاضرة أولا في الاستماع تكي سندرس كيف نتعرف على رأي الرجل أو المرأة ونلخص هذا الرأي أو الموضوع وثانيا سنتعرف على كيفية تقديم اقتراح من خلال استخدام ميون أوتيو وثالثا سندرس صيغة الاحترام من إتا وكيشتا أما بالنسبة للقراءة الكي فسندرس اليوم أولا كيف نختار الفكرة الرئيسية من النص وثانيا سندرس صيغة أتمنى أن ميون شكستا أو كيبها رامني دا وطبعا درسناها سابقا ولكن سنؤكد عليها مرة أخرى أيضا سندرس أدوات الربط بين الجمل مثل تيمان وإميان وكونا ونندي وأخيرا سندرس مصطلح آ أو تشو سو كمسا هامي دا شكرا على موضوع معي إذن هذا ملخص ما سندرسه اليوم لنبدأ مع رقم 22 من الاستماع سنختار في هذا الموضوع رأي المرأة الأساسية أو فكرة المرأة الأساسية 22번 저기 좀 보세요 우리 동네에도 자전거 도로가 생겼어요 그렇네요 도로에서 자전거를 탈 때마다 위험했는데 잘 됐네요 그런데 신문에서 보니까 자전거 도로에서도 사고가 많이 나는 것 같아요 그래요? 그렇지만 자전거 도로가 생겨서 더 안전하게 탈 수 있을 것 같은데요 22번 저기 좀 보세요 저기 좀 보세요 우리 동네에도 자전거 도로가 생겼어요 그러네요 도로에서 자전거를 탈 때마다 위험했는데 잘 됐네요 그런데 신문에서 보니까 자전거 도로에서도 사고가 많이 나는 것 같아요 그래요? 그렇지만 자전거 도로가 생겨서 더 안전하게 탈 수 있을 것 같은데요 Qawaid هذا السؤال أولا 이가 생기다 يعني أصلا كان ليس موجود وأصبح يوجد إذن نشأ أو وج이다 إثنان التمада كلما وثلاثة ك وهي نستخدمها للحال مثلا شبكة بسهولة السوئتة يستطيع أن أما بالنسبة للكلمات 자전거 دراجة طروق طريق جالددا يعني جيد أو منظم ويوم هذا خطير تدا يركب ساقو حادث أنجان هذا آمن شم جريدا الأمثلة أني نن نمجة تنقو سنجس أصبح عند أختي الكبيرة حبيب وصان بشي نغال تي ماذا بي غا أم كلما خرج بدون شمسية الجو يصبح ماتر أو يوم تر هنكو غريل شبك باول سوئ باول 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 أعلمني أو أخبر طريقة دراسة اللغة الكورية بسهولة شبك بالعودة للسوئال السوئال رقم 22 يجب أن نختار الرأي المرأة الأساسي ولكن أولا نترجم النصف 저기 جم 보세요 انظري هناك ولكن عندما رأيت الجريدة برؤية الجريدة وجدت أن الحوادث التي تحصل على طريق الخاص بالدراجات أيضا كثيرة حقا حقا ولكن على الرغم من ذلك بما أنه أصبح يجر طريق للدراجات أعتقد أن نستطيع النركب الدراجة بأمان ما هي الفكرة الرئيسية للمرأة في هذا المصف أولا تونجي سو جا جونج تاميان تونجي سو جا جونج تاميان عندما إذا ركبنا الدراجة في الحي ممنوع ركوب الدراجة في الحي إثنان يجب أن يركب الكثير من الناس الدراجة من الجيد أنه أصبح يوجد ممر خاص للدراجة أو طريق خاص بالدراجة أربعة قد يحدث حادث أيضا على طريق الخاص بالدراجات فكرة الزمار 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 안전한 자전거 도로가 생겨서 좋습니다 الزمار 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 김대리님, 지금까지 정리를 하고 계시는 거예요? 네, 저는 책상 정리나 서류 정리를 한 번에 모아서 해요. 그러면 시간이 오래 걸리지 않아요? 시간이 날 때마다 나눠서 하면 또 더 빨리 할 수 있을 것 같은데요. 그렇게 하면 정리를 자주 해야 하니까 저는 더 힘든 것 같아요. القواعد المذكورة في هذا السؤال يفعل شيء معين الآن والصيغة الاحترامية منها ومعنى هذه الصيغة من القواعد أو ونستخدمها عالة طبعا مع الإسم يقوم بشيء مرة واحدة متعب أو يحتاج إلى قوة أما الكلمات المذكورة في السؤال 정리, ترتيب, سوريو أوراق أو مستندات 시간, وقت, كل دا, يستغرق نانو دا, يوزع الوقت وهم دل دا متعب نقرأ الأمثلة 아버지는 일을 하고 계세요 أبي يعملو الآن أو أبي يعني يواصل العمل 청소나 빨래는 주말에 하는 게 좋아요 الغسيل أو التنظيف 청소나 빨래 عمل الغسيل أو التنظيف في الإجازة هو أفضل إذا رتبت كل شيء مرة واحدة إذا رتبت مرة واحدة بعد الانتقال ستنهي العمل بسرعة باللي كدنا إذا عملت بمفردك ستتعب أو ستحتاج إلى طاقة كثيرة وبالعودة إلى السؤال يجب أن نختار رأي المرأة واحد 정리를 자주 하면 힘이 듭니다 إذا عملت إذا رتبت عادة أو غالبا أو كثيرا ستتعب 일을 빨리 하려면 정리를 해야 합니다 إذا تريد أن تعمل بسرعة يجب أن ترتب 시간이 있을 때마다 정리하는 게 좋습니다 من الجيد الترتب كل مكان عندك وقت 정리할 때는 책상 정리를 먼저 해야 합니다 عند الترتب يجب أن ترتب المكتب أولا فكرة المرأة الرئيسية هي رقم ثلاثة إذا 정답 ثلاثة 24번 오랜만에 산에 오니까 좋네요 산 위까지 가려면 조금 더 가야 해요 여기도 경치가 좋은데요 여기서 조금 쉬고 그냥 내려가면 어때요? 벌써요? 산 위에서 보는 경치가 더 예쁜데 한 번 가봐요 공기도 더 좋고요 산 위까지 가면 좋겠지만 좀 힘들어서요 내려가면서 구경하는 것도 나쁘지 않을 것 같은데요 24번 오랜만에 산 오니까 좋네요 산 위까지 가려면 조금 더 가야 해요 여기도 경치가 좋은데요 여기서 조금 쉬고 그냥 내려가면 어때요? 벌써요? 산 위에서 보는 경치가 더 예쁜데 한 번 가봐요 공기도 더 좋고요 산 위까지 가면 좋겠지만 좀 힘들어서요 내려가면 내려가면서 구경하는 것도 나쁘지 않을 것 같은데요 القواعد المذكورة في هذا السؤال وريم ماني منذ وقت طويل 은ika plus صفة وريم ماني 산 은ika 좋아요 لأنني لم آتي منذ زمان طويل أنا سعيد طوكم 더 plus فعل طوكم 더 تم아요 أصبر قليلا أيضا طوكم 더 ما رأيك إذا فعلنا شيء هم بني آ أو باي هم بني هم بني كاباي اذهب مرة أو جرب أن تذهب مثلا طونا بدي أنت فعل هذا الشيء أيضا ليس بشيء سيء أما الكلمات المذكورة في السؤال وريم مان لمدة طويلة كيونجي منظر وكونجي هوا كوكيون هذا يتجول أو يشاهد نقرأ الأمثلة وريم ماني ميون مشيقل موقن نكا هم ديني لأنني آكل طعام حار لم آكل طعام حار منذ مدة طويلة أشعر بالتعب أو أنا متعب كمبورو 조금 더 열심히 하면 성공할 수 있어요 إذا درست قليل أكثر تستطيع أن تنجح 같이 كمبو 하면 어때요 ما رأيوك أنا دروس معان ما رأيوك إذا درست معان نمسان تاو 한번 가보세요 밤 경치가 정말 예뻐요 إذا هب إلى بورج نمسان أو بورج سيول المنظر الليل حقا جميل 한국어를 인터넷으로 كمبو 하는 것도 나쁘지 않아요 دراسة اللغة الكورية عبر الإنترنت أيضا ليست بالأمر السيء ليست سيئة العودة للسؤال يجب أن نختار فكرة المرأة الرئيسية هم دلتي ساني غا سو شميون شو سمي إذا ذهبت إلى الجبل واسترحت هناك عندما تشعر بالتعب هذا جيد اثنان ساني غا ميون سان ويك قد يولا غايا هم نيدا يجب أن تصعد إلى أعلى الجبل إذا ذهبت إلى الجبل ثلاثة يبن كيون ترى بوريوم ساني غايا هم نيدا إذا أردت أن تشاهد منظرا جميل يجب أن تذهب إلى الجبل نريو غا ميون سو كيون ترى كيون هان غا شي ترى مشاهدة المنظر أثناء النزول من الجبل أيضا جيدة ليست سيئة أو جيدة هذا كان بالمناسبة رأي الرجل إذا الإجابة الصحيحة هنا هي رقم إثنان ساني كاميون سان بيكاتي أولا غايا هم نيدا يجب الصعود إلى قمة الجبل إذا تون داب إثنان ننتقل الآن إلى القراءة القراءة يجب أن نختار أيضا الفكرة الرئيسية من النص وسنبدأ برقم 46 우리 언니는 시골 학교에서 학생들을 가르칩니다 이번 주말에 언니가 집에 올 겁니다 빨리 주말이 오면 좋겠습니다 قواعد سؤال 에서 가르치다 يدرس في و إلقى سيفعل شيء معين س 오면 좋겠습니다 좋겠다 أتمن أن 고 الكلمات المذكورة في السؤال 언니 أخت الكبيرة شكول ريف عطلة إجازة نهاية الأسبوع نقرأ الأمثلة 저는 영어 학원 에서 가르칩니다 أنا أدرس في معهد اللغة الإنجليزية شمال 친구 سيأتي صديقي إلى بيتي في الإجازة بان ها بلي وميون شك السايا أتمنى أن تأتي العطلة بسرعة بالعودة للسؤال يجب أن اختار الفكر الرئيسية من النص 저는 시골 에서 살고 싶습니다 우리도 أنا عيشة في 리ف لم يتكر هذا الموضوع 저는 언니 를 빨리 보고 싶습니다 우리도 شاهد بسرعة 저는 주말 집에 가고 싶습니다 우리도 ذهاب إلى بيت في الإجازة 저는 언니 학교 에서 공부 하고 싶습니다 우리도 أن أدرس في مدرس أخت بتفسير النص أو ترجمة النص أري أن أختي تدرس الطلاب في مدرس في الريف إبان تماري أني تبيع الكم ندا ستأتي أختي في هذه الإجازة في عطلة نهاية الأسبوع إلى البيت قلي تماري أميان تكسم ندا أتمنى أن تأتي الإجازة بسرعة وهذه هي الجملة المفتاحية للإجابة إذن الهجابة هي رقم إثنان 저는 언니를 빨리 보고 싶습니다 أريد أن أقاب لأختي بسرعة 정답 إثنان ننتقل الان إلى رقم 47 47 일이 재미없으면 그 일을 오래 하기 힘듭니다 그래서 저는 재미있는 일을 잡고 있습니다 시간이 많이 걸리겠지만 즐겁게 할 수 있는 일을 찾을 겁니다 القواعد 기 힘들 다 صعب العمل مثلا أو صعب plus ism إثنان كو itta فعل يفعل الآن هذا الشيء ing يعني باللغة الإنجليزية كج من قد يكون ولكن قد ولكن الكلمات تمي أوبت ليس ممتع أو مميل شغان كل استغرق وقت وري لمدة طويلة تلق أوبت ممتع تت يبحث نقرأ الأمثلة عندما درست اللغة الكورية في البداية كان الفهم صعبا أنا أدرس اللغة الكورية الأسبوع القادم عندي عمل كثير سيكون صعبا ولكن سأعمل بجد وبالعودة للسؤال سنختار طبعا الفكرة الرئيسية من النص 저는 일이 일을 많이 할 겁니다 سأعمل كثيرا 저는 일을 빨리 찾고 싶습니다 أريدو أن أبحث عن عمل بسرعة 저는 지금 일을 시작할 겁니다 سأبدأ العمل الآن 저는 재밌는 일을 하고 싶습니다 أريدو أن أقوم بعمل الممتع الإجابة الصحيحة هي 4 정답 4 وتفسير النص 일이 재미 없으면 그 일을 오래 하기 힘듭니다 من الصعب القيام بالعمل إذا كان ليس ممتع 그래서 저는 لذلك أنا 재밌는 일을 찾고 있습니다 أبحث عن عمل الممتع 시간이 많이 걸려 겠지만 سأستغرق وقت طويل 즐ق ولكن 즐겁게 할 수 있는 일을 자 즐겁니다 سأبحث عن عمل أقوم به ب السمتع إذا الإجابة الصحيحة هي رقم 4 정답 4 ننتقل من 51 إلى 52 وسنجيب على الأسئلة بشكل الصحيح أول رقم 51 51 نون هم 번 ناب جميع تاش جو جي هم دم 니다 그래서 눈이 나빠지기 전에 눈 건강을 지켜야 합니다 눈에 좋은 음식 바로 눈 운동 운동 하면 눈 건강에 좋습니다 그리고 멀리 있는 산이나 나무를 보는 것도 좋습니다 하지만 눈이 피곤할 때는 눈을 감고 쉬는 것이 제일 좋습니다 القواعد المذكورة في هذا السؤال أولا کی 전에 قبل plus اسم آ أو يا هذا يجب أن جي من ولكن هنا أو ولكن هذه مع الفعل طبعا إذا نن د ولكن جيد لي الكلمات المذكورة في هذا السؤال نن العين نفاجدة تصبح سيئة أو تسوء حالتها والعكس جواجدة بتحسن همدل صعب جكدة يحافظ على اندوم رياضة 건강 صحة فيقنا تعبان شدا يستريح قام يغلق ولكن استخدمها فقط مع العين نقرأ الأمثلة 자기 전에 꼭 مول 드세요 يجب أن تشرب الماء قبل النوم أو بالتأكيد قمبر يجب أن أدرس بجد 일찍 잤 جد من فيقن نمت مباكير ولكن نمت متعب 건강 지키려면 운동 حق جميع 음식 먹 إذا تريد أن تحافظ على صحت يجب أن تقوم بالرياضة أو تأكل طعام جيد 집에 일찍 كاميان تأكل إذا ذهبت إلى البيت مبكيرا اتصل بي الطماطم جيد بالعودة للسؤال 51 يجب أن نختار الكلمة المناسبة في مكان كيوب الجملة هي دون يجب أن نمشيق الفراغ نن 운동 حميان نن 건강 يجب الخيارات التي موجودة لدينا 1 مقجمان إذا مقجمان أكلت ولكن أمشيق البقجمان إذن الجملة التي تليها يجب أن تكون عكس ها أو بالنقيد إثنان مقنا إذا أكلت أو مغن أكلت ولكن مغميان إذا أكلت إذن الجملة مرة أخرى لأنني عندي تصرفين إذا أكلت طعام جيد للعين أو قمت بالرياضة إذن يجب أن يكون عندي تصرفين إذن يجب أن نستخدم أو إذن تون داب إثنان سؤال رقم اثنان وخمسين وشي بإيبان عن ماذا يتحدث هذا النص لنعرف عن ماذا يتحدث هذا النص يجب أن نترجم هذا النص أولا نترجم النص معا إذا أصبحت العين سيئة أو ساعة وضعها من الصعب أن تعود جيدا كريسو نوني نبا جي جاني نون كونغان لذلك قبل أن تصبح العين وضعها سيئ يجب أن نحافظ على صحتها نوني جون أمشيك بقونا نون أمشيك جيدا إذا أكلت طعام جيد للعين أو قمت بالرياضة رياضة العين أيضا هذا جيد للعين كريقو مال لذلك ساني نام نام رب نغ جيد جيد أيضا مشاهدة الجبل البعيد أو الأشجار جيد لكن نوني بقونا لذلك عندما تتعب العين نوني نغ جيد جيد إغلاق العين والاستراحة هو أفضل شيء هذا بالنسبة للترجمة عن ماذا يتحدث الموضوع واحد نوني جون امشي الطعام الجيد للعين السبب الذي تسوء العين بسببه وقت عمل رياضة العين طريقة الحفاظ على صحة العين والإجابة الصحيحة هي أربعة ننتقل الآن إلى رقم 63 في القراءة يكشب سانبون في 63 أمامنا إيميل إيميل أو بريد إلكتروني يجب أن نقرأه أولا ثم نجيب على السؤال في الإيميل يقول الإيميل 학생 여러분 안녕하십니까 학생 여러분 전통 문화 함께 하기를 신청 해 주셔서 감사합니다 전통 문화 함께 하기는 이번 주 금요일 오전 10시부터 12시까지 합니다 태권도를 신청한 학생들은 운동화를 신고 제육관으로 오시기 바랍니다 종통 차 만들기를 신청하는 학생들은 학생회관으로 오십시오 모든 신청자는 30분 전까지 30분 전에 와서 준비해 주시기 바랍니다 그럼 금요일에 뵙겠습니다 한국 학생회 한국 학생회 한국 학생회 8 가족 positive 문화 is George 태권도 حذاء رياضي، ملعب أو مكان التدريب، يقدم طلب، مكان التجمع الطلاب، مبنى الطلاب، يحضر بطريقة شخص مقدم لي، أو متقدم بطلب لي. ندرس الأمثلة معنا. سنسننم، هنكوكو ري كارتشو تشوصا كامسا هم ندا؟ يا مدرسة، شكرا لأنك تدرسينني اللغة الكورية. أهب شكا دي أوشيكي بارم ندا، الرجاء القدوم حتى الساعة التاسعة، كنبور يرشمي هاشبشيو، ادرس جيدا، أو ادرس بيجد. سيرون غسل بيوريكو هم ندا، أنوي أن أتعلم شيئا جديدا. بعد أن أكل سأذهب إلى البيت. وبالعودة إلى السؤال، لدينا 63 و 64. 63 يجب أن نعرف لماذا كتب هذا الإيميل، و 64 يجب أن نجيب على، وعفوا أن نختار الجملة الصحيحة. ولكن أولا دعونا نترجم لكم النص والإيميل. أيها الطالب، شكرا لتقديمكم على حدث المشاركة بالثقافة التقليدية معا. سيعقد هذه الجمعة من الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشرة. نتمنى من المقدمين في التايكوندو ارتداء حذاء رياضي والحضور إلى القاعة الرياضية. ومن المتقدمين في عمل الشاي التقليدي الحضور إلى مبنى الطلبة. على كل المتقدمين التجهيز والقدوم قبل بدء الحدث بنصف ساعة. إذن راكم يوم الجمعة، مجلس طلبة جامعة هانغوغ. بالنسبة لسؤال رقم 63، يجب أن نجيب على السؤال، السؤال هو لماذا كتب هذا الإيميل؟ واحد، تونج تونج منها همكي هاكي ريس وكي هاريوغو. ليقدم لهم هذا الحدث، حدث الثقافة التقليدية معا. تونج تونج منها همكي هاكي شينجونجا ريس وكي هاريوغو. للتأكد من المتقدمين بطلب لهذا الحدث. تونج تونج منها همكي هاكي شينجونجا ريس وكي هاريوغو. لإعلام المتقدمين بطريقة التقديم. وأربعة، تونج تونج منها همكي هاكي شينجونجا ريس وكي هاريوغو. ليخبر أو ليرشد الناس بمعلومات حول الوقت والمكان لهذا الحدث. وطبعا الإجابة الصحيحة بعد أن ترجمنا النص لكم هي رقم أربعة تونج داب أربعة. رقم الآن أربعة وستين يجب أن نختار الجملة الصحيحة. يجب على المتقدمين كلهم أن يلبسوا حذاء رياضي خطأ لأن بعضهم متقدم تاكواندو وبعضهم متقدم لعمل الشاي التقليدي. وفقط متقدمي تاكواندو يجب أن يلبسوا حذاء رياضي. يجب أن يجتمع المتقدم حتى الساعة التاسعة والنصف. ثلاثة، سينجنجا نن كميو يقادي تونطون جارة تنبيهي هامندا. يجب أن يحضروا الشاي التقليدي حتى يوم الجمعة. خطأ لأنهم سيحضرونه يوم الجمعة. سينجنجا نن تايوكواني موينهو حكسين هيقوانرو كالقومندا. على المتقدمين أن يجتمعوا أو سيجتمعون في القاعة الرياضية ثم يتحركون إلى مبنى الطلبة وهذا خطأ. لأنهم مقسمون إلى جزئين. جزء في القاعة الرياضية التايكواندو، متقدمي التايكواندو. أما متقدمي عمل الشاي التقليدي فسيذهبون إلى مبنى الطلبة. الإجابة الصحيحة إذن على سؤالنا هي رقم إثنان. لأن الإيميل قال مودن شنجا نن سامشيب بون جوني. سامشيب بون جوني وسو تنبي هيتوشي كيف هرمي دا. يجب أن تأتوا قبل نصف ساعة. والحفل يبدأ في الساعة العاشرة. إذن يجب أن يحضر الجميع في الساعة التاسعة والنصف. إذن الجواب الصحيح هو إثنان. تونجداب إثنان. إذن هذا كل ما لدينا اليوم من قواعد ومعلومات وأسئلة. اليوم سألخص لكم ماذا درسنا اليوم في محاضرتنا. أولا درسنا في الاستماع تكي. درسنا كيف نتعرف على رأي الرجل والمرأة الرئيسي في هذا الموضوع أو في الحوار. ثانيا تعلمنا كيفية تقديم اقتراح باستخدام الميون أوتيو وننجي أوتيو. ثالثا درسنا صيغة الاحترام من إتا وصيغة الاحترام كيشدا. وبالنسبة للقراءة اليوم درسنا في القراءة الكي. درسنا كيف نختار الفكرة الرئيسية للناس. وتعلمنا أيضا كيف نستخدم صيغة التمني كي بها رمي دا. أرجو أن أو نرجو أن وميون تكي سايا. ودرسنا أيضا أدوات الربط مثل تيمان وكونا ونندي. ودرسنا أيضا مصطلح مهم جدا. أتمنى أن تستخدموه لأستاذكم باللغة الكورية. نقدم لكم كلمات القراءة الرئيسية. درسنا اليوم كلمات كثيرة منها تونطون التقليدي. وشن چونجا متقدم بطلب. وشنبي هذا يحضر. وندون هان حذاء رياضي. وشيغل ريف كونغان صحة. وبيغونا دا متعب. وشيغان كل دا يستغرق الوقت. وهمدل دا متعب. وشيكي دا يحافظ على. ووغوشيب دا يريد أن يرى أو يشتاق. شمال عطلة نهاية الأسبوع. وهكسينغ هيغوان مبنى الطلاب. هذه هي الكلمات التي درسناها اليوم في القراءة. وهذا كل شيء لدينا اليوم. شكرا جزيلا لكم. وبالتوفيق ومع السلامة. اشتركوا في القناة